في الوقت الذي تستمر غارات تحالف عاصفة الحزم في اليمن بقيادة السعودية تتسارع الجهد الإقليمية والدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية واتأت هذه المبادرات بالتوازي مع القرار الأممي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي تواصل قصف طيران عاصفة الحزم على مواقع مختلفة باليمن واستهدفت الغارات العاصمة صنعاء وذمار وشبوة وعدن وقصف طيران التحالف فجر اليوم معسكر الوتد بمديرية خلان بين صنعاء ومأرب كما نفذ طيران التحالف أكثر من 35 غارة جوية على محافظة صعدة وتم قصف معسكر جبل ظين التابع لللواء التاسع في محافظة عمران يأتي ذلك فيما تواصلت الاجتباكات بين قوات المالجيش وأنصار الله والقوات المؤيدة للرئيس عبد الرب منصور هادي في حي دار سعد وكريتر بعدن وفي وقت سابق نشبت مواجهات عنيفة بين الطرفين بالشيخ عثمان وخور مكسر والمعلى كما شهدت مدينة تعز اشتباكات أدت إلى سقوط قتلى وجرحة سياسيا نددت حركة أنصار الله بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بفرض حظر استلاح على الحركة ودعت اليمنيين إلى الاحتشاد غدا تنديدا بالقرار واعتبر عضو مجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن قرار المجلس لن يكون له أي تأثير على الأوضاع باليمن في المقابل رحب مجلس التعاون الخليجي بالقرار الأممي وعبر الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني عن تطلع دول المجلس لأن يكون خطوة لتحقيق الاستقرار في اليمن وأن يدفع بالعملية السياسية كما رحبت مجموعة الدول السبع بالقرار خلال اجتماعي ووزارة خارجيتها في ألمانيا ودعت في بيانها إيران للمساعدة في تسهيل الحوار بين الأطرف اليمنية مؤكدة على مرجعية المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وفي سياق المتصل قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران ستستخدم كل نفوذه الأقليمي للتوسط بمفاوضات تقود إلى اتفاق سلام باليمن من أجل إنهاء الضربات الجوية التي تقودها السعودية وفي رسالة وجهها سفير إيران لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو إلى مجلس الأمن أكد أن الأزمة اليمنية موضوع داخلي موضحا أن إنهاء النزاع باليمن ليس له حل عسكري وشدد على العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي والتحقيق المصالحة بين مختلف الأطراف اليمنية من جانب آخر كشف وزير الخارجية اليمنية المكلف رياض ياسين أن الحكومة اليمنية تعمل على استئناف العملية السياسية وانطلاق الحوار في رياض خلال الأسبوع القليلة المقبلة كما كشف التقارير الصحفي عن مبادرة أخرى لحل سياسي عسكري تدريجي للأزمة في اليمن يجري التفاوض بشأنه بين القوى السياسية اليمنية